هم الموجودين على الساحة الفنية هم متخرجين من مصرح مركز الإبداع الفني وإحنا مش بنعمل عدد مهول من الدفعات إحنا دي سادس دفعة تتخرج من المركز أول دفعة اللي كان فيها نضال الشافعي وبيومي فؤاد وسامح حسين ومحمد شهين وياسر الطوبجي وكده وإيمان سيد ومجموعة كبيرة يعني من الناس اللي لمعت بعد كده وبعدين الدفعة التانية هي دفعة أهوة سادة اللي كان فيها محمد فراج ومحمد سلام ومحمد ممدوح وحسين داغر وعمر عبد العزيز وحمزة العيلي وأمير صلاح الدين يعني في عدد كبير جدا ومش عايزة أنسى حد منهم يعني وبعدين دخلنا دفعة اللي هي بتاعة بعد الليل دي اللي هي الدفعة اللي تخرج منها إسلام إبراهيم والليسي وتوني ماهر ونور قدري ومرنا جميل ومحمد عز وأيضا مجموعة كبيرة منهم لمعت ثم دفعة سلم نفسك ودي الدفعة اللي أخد منها الأستاذ أشرف عباقي كل المجموعة بتاعته بتاعت مصرح مصر وليهم علي ربيع ومحمد أسامة ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفي وويزو وصارة سلامة وطريق صبري ومجموعة كبيرة من الناس أيضا اللي لمعت من الدفعة بتاعت سلم نفسك ودي الدفعة الأول دفعة عرضت العرض بتاعت تخرج بتاحها قدام السيد الرئيس في دار الأوبرا المصرية بحضور وليه عهد المملكة العربية السعودية العرض سلم نفسك ده ويومها قرر السيد الرئيس أنه يعمل قسم للإبداع جوه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وخدت دفعة بالكامل اللي كانت موجودة على خشبة المصرح قال إن احنا هناخد التسعة عشر ممثل وممثلة دول يكونوا أول دفعة للإبداع جوه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وبعد كده تخرجت دفعة سينما مصر وبعد كده تخرجت دي الدفعة اللي هي السادسة بتاعتنا الدفعة الثالثة دي مقسومة نصين لأن عدد داحة كان كبير ففيه جزء منهم عمل حاجة تخوف وفيه الجزء تاني اللي هو المجموعة التانية بتعمل مصرح يسمع حواديد دي لسه هتتعرض قريبا حاجة تخوف عمل تأثير كبير جدا من أول ما ابتدى يتعرض لدرجة إنه حتى اللي تخرجوا من قهوة سادة لما بيجوا يتفرجوا بيقولوا إن الإفاكت بتاع العرض عامل زي الإفاكت اللي كان بتعمله قهوة سادة على الجمهور يعني نفس التأثير اللي هو قد إيه العرض قاسي لكن قد إيه هو مؤثر وقد إيه الناس بتحس بالتماس مع كل الحكايات اللي جواه جواه مصرحية حاجة تخوف وهي طرح لكل مخاوفنا وكوابسنا وكل الخوف اللي بيقى جواه كل إنسان وعدم قدرتك على مواجهة ذاتك في إنك أنت لازم تنتصر على خوفك وإنك أنت لازم تنتصر على أخطائك وإنك أنت لازم تنتصر على كوابيسك وما تخليش الخوف يؤثر عليك وما يخليكش تتقدم في حياتك وما يخليكش تعالج أخطائك وما يخليكش فهي مصرحية قد ما بتبقى طول ما أنت بتتفرج عشان كده تليني دايما في أول العرض بقول الناس اللي بتوع العرض زيهم زيكم وهو في الواقع كلنا عندنا حاجات بنخاف منها بس ما بنواجههاش فإحنا حطناها حطنا حاجة كده إنه مجموعة من البشر وكانوا بيتحركوا مع بعض ووقفوا فجأة قدام صحرة كبيرة جدا كده وظهرهم كائن خدهم جوا بيت كده يقضوا فيه ليلة كاملة من غروب الشمس لحد طلوه على النهار وحذرهم صاحب البيت ده من الوقوف قدام المرايات اللي موجودة في الأصر وقال لهم المرايات اللي موجودة في الأصر دي هتخليكم تشوفوا كل اللي جواكم وبيبتدي العرض بإنه كل لوحة حد منهم بيوقف قدام المراية هتلاقي كل لوحة لها بطلين بطل واقف قدام المراية والتاني بيمثل المشهد قدام الجمهور ودي من الحاجات الصعبة جدا واللي أنا ساعدة والله أتفرج على اللي بيواقف قدام المراية وراء لأنه اللي بيواقف قدام المراية وراء ده ضهروا للجمهور ورغم كده المفروض إن هو يتحرك بنفس حركات بطل المشهد اللي تحت بيقع معاه في نفس اللحظة بيقعد على الأرض في نفس اللحظة بيشاور في نفس اللحظة بلأنه كل مشهد بينتهي بإن بنت صاحب الدار ده ده بتعملها حبيبة زيتون المخيفة دي بتقرب منه بكاميرا وبتروح مصورة وجه صاحب الخوف عشان جاية تلاقي البوستر بتاع حاجة خوف هو كله عليه وجوههم عليها إشارة بيضة كده كأنه الفلاش ضارف في وجوههم وما في لحظة فزع كده فالعرض يبدو مخيفا لكنه في الواقع مؤثر جدا والناس بتتأثر في مشاهد كتيرة جدا منه وأنا أعتقد أنه من العروض الموفقة اللي احنا عملناها يعني يعني أنا بحبه العرض جدا